اشتركوا في القناة وفي مقدمتها مستجدات التعامل مع جائحة كورونا وأعرب جلالة الملك المفدى يده الله عن اعتزازه بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبدلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خدمة لوطنه في كافة المجالات مشيدا جلالته بالعمل المخلص لفريق البحرين بقيادة سموه في التصدي لهذه الجائحة والتي تتضمن وضع الخطط والاحترازات الوقائية المناسبة للتعامل مع ما تتطلبه الاوضاع للمرحلة الراهنة والجهود الوطنية المخلصة للتصدي للجائحة لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين مؤكدا جلالته حفظه الله بان ما تم اتخاذه من اجراءات خففت بحمد الله من اعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا ومعدل الانتشار وان ذلك يبشر بالخير وثم نارعه الله الدور الكبير الذي تطلع به الكوادر الطبية والصحية وجميع العاملين في الصفوف الامامية والجهات المساندة مؤكدا بان جهودهم الانسانية النبيلة هي محل فخر وتقدير الجميع دعيا اياهم لمواصلة العمل بروح الاسرار والمتابرة لتحقيق اهدافهم السامية لتوفير المزيد من الطمانينة والسلامة للجميع واكد جلال توبيان الوضع الصحي بخير ولله الحمد وان المملكة تسير بعون الله تعالى على طريق التعافي من هذا الوباء في ظل الاقبال المتزايد لاخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتدابير التي تمت من اجل زيادة وتيرته ضمن الحملة الوطنية للتطعيم والذي قطع شوطا كبيرا شمل غالبية المواطنين والمقيمين وان حرص اهل البحرين على اخذ اللقاح والتزامهم بالتدابير الصحية الوقائية نابع من وعيهم وثقافتهم الاصيلة سائلنا الله عز وجل ان يحفظ البحرين واهلها وان يجعل وان يعجل بزوال هذا الوباء عن البشرية جمعا اشتركوا في القناة